السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبة وطلبات الصف السلسة العددي. اهلا ومرحبا بكم في دعس جديد من دروس اللغة العربية وهتحت عنوان اسلوب النداء. ان شاء الله بالعالمين هنتكلم مع بعض على اسلوب النداء. عايزين نعرف في الاول مكونات اسلوب النداء ده ايه? مكونات اسلوب النداء? يتكون اسلوب النداء في اللغة العربية من اداة النداء زائد المنادم. اداة النداء زائد ايه حبيبي زائد المنادم. فمسلا احنا بقى اقول يا احمدو دتهد او يا عليو او يا فاطمة وهو ما يشابه هزلك. ولاحظ ان انا عندي هنا اداة نداء وهي اياه. واسم بعدها. الاسم اللي بعدها ده يسمى منادة. اللي انا بنادي علي. طيب. هو يا مصطر الاول. هي ادوات النداء دي هي يا بس ولا فيها ادوات تانية. والمنادة دوت يعني بيكون انواع ولا هو كلمة واحدة بس ولا نوع واحد. الدوة اللي احنا هنعرفه مع بعض. ادوات النداء. تنقسم الى ثلاثة اقسام. ادوات النداء بتنقسم لكم قص? ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يستعمل لنداء القريب. وهو نوعي الهمزة واي. الهمزة واي? واي? ما يستعمل او يستخدم لنداء القريب فقط وهو الهمزة واي. اقوله امحمد. اعلي. افاطمة. واقول اي بني اي زيدو بمعنى يا. فحينما استخدم الهمزة او استخدم اي? اكون بذلك انادي على المنادة القريب. اتنين ما يستعمل لنداء البعيد. ما يستعمل لنداء البعيد. وهو ايا وهيا. ايا زيدو هيا اسامة. بمعنى يا زيدو ويا اسامة. تلاتة ما يستعمل لنداء القريب والبعيد على حد سواء. وهو الحرف الوحيد كلمة او الحرف يا. يا اقول يا محمد يا ابا بكر. من خلال العرض دوت يتبين لي ان اقسام ادوات النداء كام? تلاتة. اقولهم كده معاتني بالراحة. ما يستعمل لنداء القريب وهو الهمزة واي? اي. وما يستعمل لنداء البعيد ايا وهيا. وما يستعمل لنداء القريب والبعيد. وهو ايه? يا بروض عليك احسن. كده نكون اتكلمنا على ادوات الايه? النداء. طيب يبقى عند ايه من مكونات الاسلوب النداء? المنادة مصر. طيب تعالك كده مع بعض نتعرف على الايه? على المنادة. الاول نعرض الفرق بين المنادي والمنادة. المنادي هي الشخص الذي ينادي على غيره. المناد بكسر الداء هو الشخص الذي ينادي على غيره او هو الذي يقع منه النداء. او هو الذي يقع منه ليه? النداء. طبعا دوت ما فيش لي علاقة خالص بفي الدراسة بتاعي. او مجال له للنقاش فيه. طب ما احنا عايزين مين? اه عايزين المنادة يا مستر بفتح ليه? بفتح الداء. ايه هو المنادة? المنادة هو الاسمه الواقع بعد اداة النداء. يبقى المنادئس واقع بعد اداة النداء. ما تكلمناش عن الاسم ده مفرد ولا اسم مضاف ولا اسم ايه هنعرف دلوقتي بكلام ده كله. يبقى هو الاسم الواقع بعد اداة النداء المذكورة او المقدرة. سواء كانت اداة النداء مذكورة في جملتها او مقدرة. بغرض الاستدعاء او الاقبال او التنبيه. مسلا نقول يا شباب العلمي انتم مستقبل مصر. يا شباب العلمي. الاحظ هنا طبعا ان حرف النداء مذكور في الجملة بتاعته. ولاحظ ان المنادئ عندي كلمة ايه? كلمة شباب. كلمة ايه? شباب. وطبعا مضافة لكلمة العلم. اه ومن قوله تعالى يوسف اعرض عن هذا. يوسف اعرض عن هذا. اه اصل الجملة ايه? يا يوسف اعرض عن هذا. يبقى هنا حرف النداء فين? مقدرة. طيب انا كده عرفت. الفرق ما بين المنادي والفرق ما بين المنادة. وقلت ان المقصود واللي احنا عايزين وهنستخدمه النهاردة في الدرس بتاعنا. هو المنادة بفتح الداء. وهو الاسم الواقع بعد اداة النداء المذكورة او المقدرة بغرض الاستدعاء او التنبيه. او هتنسى التعرف دوات عشان هنعوزه بتالي. ايه هي بقى انواع المنادة? انواع المنادة لها تقسيمات كتير. بس احنا هنختار كده تقسيمة سهلة وبسيطة. هنقول ان المنادة قسمية. كم قسمة حبيبي? قسمية. الاول معرب. الاول ايه? معرب. تطولي يعني هي مستر معرب. والكلام دوت المعرب هو الذي يتغير اخره بتغير موقعه في الايه? في الجملة. الاسم المعرب اللي كنا بندرسه في تاني عدالي. هو الاسم الذي يتغير اخره بتغير موقعه في ايه? في الجملة. بتغير حركة ايه? اخره. يبقى النوع الاول من انواع المنادة معرب. والنوع التاني مبني. طبعا دوت بيلزم حالة واحدة مهما اختلف موقعه في الجملة. طيب خلاص كده انت تقصد تقول ان المنادة ده قسمين اتنين بسي. هقولك اه المنادة قسمين كبار. اللي هو المعرب والمبني. بس تحت القسمين دول بيندرج اقسام تانية. فنبص كده اللي ان المنادة المعرب ينقسم لكم قسم? لسلسة اقسام. منادة مضاف ومنادة شبيه بالمضاف ومنادة الناكرة غير مقصودة. تاني. منادة مضاف اتنين. منادة شبيه بالمضاف. تلاتة منادة الناكرة غير مقصودة. المنادة المبني. المنادة المبنى قسمين فقط. الناكرة مقصودة. وعلى مفرد. تقول لي استنى كده. ده انا كده خدت بالي ان المناطة المعرب ده مضاف وشبيه بالمضاف. مضاف ده عارفين. كلمة بتنضاف لاخرى. او بتنضم الى كلمة ايه اخرى عشان توضح معناها او تعرف. شبيه بالمضاف يعني عامل زي المضاف. وناكرة الكلمة الناكية احنا درسناها قبل كده في سنة ستة ابتداء برافو عليك. بس انا عند الناكرة. في حاجة اسمها نكرة مقصودة وناكرة غير مقصودة. غير مقصودة دي اللي انا هاخدها في المعرب. والمقصودة هاخدها فين? في المبنى برافو عليك. واخيرا الايه العلم او العلم المفرد زي ما يقال عليه. عمو من الناكرة والعلم كلا هما ايه مفرد. ما فيش مشكلة خالص فيه. تعالوا كده نتدرس الانواع دي سويا وعايزك تركز معي كويس ان المنادة المعرب طلت اقسام والمبنى قسمين وسبق دكي وهم. اولا المنادة المعرب. حكم النصب. ناخد الحكم كده بداية حكم المنادة المعرب ليه? النصب. تب انت فاكي انواع المنادة المعرب ولا نستها? هتقول لي لا انا فاكرها يا مستر. منادة مضاف وشبيه بالمضاف هناك يا غير مقصودة. هقول لك احسن. تعال كده ندرس الانواع دي ايه? بالراحة خالص. المنادة المضاف هو الذي يأتي بعده مضاف اليه يوضحه. يبقى ايه هو المنادة المضاف? الذي يأتي بعده مضاف اليه يوضحه. مثل يا فاعل الخير. يا طالب العلمي. يا عب العالمين. يا حميد الخصال. يا مسلم العالم. كل كلمة منادة في الامثلة دي توقع بعدها اسم اخر هو مضاف اليه. عشان يوضحه. يا طالب طالب ايه? طالب العلم? ولا طالب العمل? وهكده. فكلمة العلم هنا وضحت المعود من كلمة ايه? طالب. كلمة طالب. فهي مضاف اليه. طيب. كلمة يا فاعل الخير. كلمة مفردة. ويا طالبة. كلمة مفردة. يا رباء. كلمة مفردة. يا حميدة. كلمة المفردة. ساكن مفرد. او جامع تكسير. بتتنصب بايه? هتقول لي بتتنصب الفتح. ازا فكلمة فاعل منادة منصوب. وعلامة نصبه الفتح. لانه مضاف. يبقى كلمة فاعل. منادة منصوب على نصبه الفتح لانه مضاف. طب وكلمة طالب برضو منادة منصوب على نصبه الفتح لانه مضاف. طب كلمة يا عباء العالمين. برضو منادة منصوب. وعلامة نصبه للفتحة. يا حميدة الخصاء زيها. منادة منصوب على نصبه الفتحة. طيب لاحز كده لما اقول يا مسلمي العالم. اصل الجملة دي كان ايه? اه مستكن اصلها مسلمين. وحزفة النون للاضافة. يبقى نوعي الكلمة مفرد ولا مثنى ولا جامعة تقولي لا مسلمي. يبقى جامع مذكرة سالم وحزفة النوبة. يبقى موناده منصوبه على متنصبه. انا سمعك بتقولي ليه? الياء شاطر. موناده منصوبه على متنصبه ليه? الياء. يا طالبي العلم. تقدما. يا طالبي العلم. طالبي اصلها طالبيني. طالبيني. اه يبقى مثنى وحزفة النون للاضافة. اذا فهو منصوبه على متنصبه ليه? الياء احسن. يا حافظات الكرآن. تقولي بس نعيفتها الواحد اللي هم استنى. موناده منصوبه على متنصبه. الفاتحة. اقول لك لا استنى. اصل جمع المؤنة السالم. يرفع بالضمة وينصب بالكسر ويجرب بالكسر. اذا هو مناده منصوبه على متنصبه ليه? الكسر. برفع عليه. طيب يا ابا بكر فكر الاسماء الخمسة. ابو اخو حمو وفوزوهن. كان اعرابها ايه? تقولي استنى فقط نفتكر مع بعض كده. ترفع بالواو. تنصب بالالف. تجرب الياء. وانا قلت فوق ان المناده المضاف او المناده المعوى بحكمه النصب. يبقى انا لازم الاسم اللي هجيبه الاسماء الخمسة يكون منصوب. هتكون علامة نصبه الايه? الالف. يا ابا بكر يا ذا الجودي يا امة محمد. يا ابا بكر. ننفعش اقولي يا ابو. مش لان المناده ايه? منصوب. يا ابا يبقى مناده منصوبه علامة نصبه الالف. اتوفيات الشريط فيه طبعا هو هنا مضاف. مضاف. والاضافة لغير المتكلمة. يا زا الفضل يعني يا صاحب الفضل. طبعا هنا ايه اللي هي كنا نتكلم عنها اللي هي زوب معنا بمعنى صاحب. وهو مناده منصوب علامة نصبه. الالفية امتها دي طبعا ايه كلمة مفادة يبقى منصوب علامة نصبه الفتحة. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن المناده المضاف. قلنا بيأتي بعده مضاف اليه يوضح الاعب بتاعه سهل ومبسيط جدا بقول المناده منصوبة. بس بقف عند علامة النصبه وبفكر كويس جدا. هل الكلمة الواقعة المناده دي كلمة مفردة او جامعة تكسير مسلا يبقى في الحالة دية يا مسلا يا طلاب العلم. في الحالة دية بتكون علامة النصب الفتحة. طيب لو كانت الكلمة دية مثناء او جامع مذكرة سالم بتكون علامة النصب الايه اللي هي احسنته بتحزف النون للاضافة. عايز افتكي المعلامة دي كويس جدا. عشان هاحتاجها بعد شوي. طيب لو كان جامع مؤنى السلم يبقى منصوبة علامة نصبه الكسير مسلا. طيب لو كان اسم الاسماء الخمسة يبقى انصوبه علامة نصبه الايه? الالف احسن. طبعا منه ده منصوبة علامة النصب اتكلمنا في علامة نصب الايه? الامثلة. انتقل الى الايه? النوع السلم. وهو الشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف هو الاسم الذي يأتي بعده ما يوضح معناه. بس مش مضاف. لكنه ليس مضافا. هو الاسم الذي يأتي بعده ما يوضح معناه لكنه ليس مضافا الي. ما يأتي بعده اسم عشان يوضح معناه بس ما ينفعش يكون مضاف ايه? مضاف الي. طيب تعال كده ناخد امثلة. حينما اقول يا باقعا للوعد. الله يا باقعا للوعد وكده انا اكملت الجملة بتاعتي خلاص. يا باقعا للوعد. اعطني وعدة ماشي. طيب بص كده معا كويس. كلمة باقعا اتى بعدها كلمة للوعد اللي توضح. ما قبله. ما هو باقع باقع لايه? باقع فول مسلا ولا باقع طعم يا لا يا عم احنا بضغطها باقع للوعد. يبقى انا عندي الجر والمجرور دو تكمل المعنى او وضح المعنى بتاع كلمة باقع. بس هو هنا مضاف اليه? تقولي لا مش مضاف اليه طبعا. ده في لامة هيت. لام. ده جر ومجرور. اقول لك برافع عليك. هزان ايزا يسمى ايه? منادة شبيه بالمضاف. طيب تخش على المسال التاني. وتقولي يا طالبا. يا طالبا العلمة. يا طالبا العلمة. اقولك استنى. نبص الاول على كلمة العب. تنفع مضاف اليه ولا ما تنفعش ايه? تقولي تنفع. الا اللي اللي نفعها يعني. كلمة العلمها كلمة فيها الف وليام وكلمة طالب قبلها كلمة ناك. اللي لازم تنفع مضاف اليه عادة فيش مشكلة خالص. اقولك تمام الله ينوع عليه. بس بص الاول كده على كلمة طالب. اتوفر فيها الشرط اللي هيخليها مضاف. عشان اللي بعدها يكون مضاف اليه. ده كلمة طالب ملهق منونة يا مستر. وانا عندي التنوين بيحزف ليه? للاضافة ازا هنا ليست ايه? كلمة العلم ليست مضافا اليه. لان لو كانت مضافا اليه ما كانش ينفع كلمة طالب تجي بالتنوين. كانت طيب ايه طالبة العلمي. اما مدام تنونت يبقى كده اختلف المعنى ايه? تماما. فهذا هو ما يسمى بالشبيه بالايه? بالمضاف. اتى بعده اسمه اهو. ولكن هذا الاسم لا يصح ان يكون ايه? مضافا اليه. طيب ناخد المسال السال. يا داعيا للخير. زي زي المسال اولى مستر يا باقعة لو ايضاولك براف عليك احسن. طيب ناخد المسال بعد كده. يا طالعا جبلا. يا اقول لك استنى تقول لها كلمة جبلا دي تنفع مضافه ليه تقول لي لأ طبعا ده منصوبة وعليها تنوين كمان او. اقول لك براف عليك. بس المعنى ما تمش هنلاقيه. اللبيه اصلاحي لو قلت يا طالعا وسكت طالعا ايه? طالعا من البيت ولا طالعا جبل ولا طالعا سلاما ولا تقول لي اه يبقى كده خلاص. يبقى دوات يسمى شبيه بالمضاف. مش كده وبس ده كلمة طالعا كمان ما لها? منصوب احسن. ده انا كده الاحظ في الامثلة دية ان اللي اسم الذي يأتي بعد المنادة الشبيه بالمضاف ممكن يكون مجوبة حي في الجار. اقول لك براف عليك. وممكن يكون منصوب. اقول لك براف عليك. زي كلمة العلمة وكلمة الجبلا. طب ممكن يكون مرفوع. اقول لك شوف المسال دي. يا عظيما يا عظيما خلقه. عظيما خلقه. اه ده كلمة خلق وجهات مرفوعة بكلمة ايه? بكلمات عظيما. طيب كلمة خلقه دي هتينفع مضاف إليه? اقول لك طبعا مش هتينفع مضاف إليه. لان كلمة عظيما ما لها منونة. براف عليك. يا موحدا بقوله كلمة باللاعة تمت المعنى مع كلمة موحدا ولكن لها ليست مضاف إليه. يا منكسرا قلبه. اقول لك كلمة قلبه. اتمت المعنى مع كلمة منكسر الا انها ليست مضافا ايه? اليه. وكلمة منكسر ايه? منونة. طيب اخد بالي بقى من الامثلة اللي جادي. يا باحثين الاوراق. كلمة الاوراق تنفع مضاف إليه انت هتقول لي ده عليها فقط ما تنفعش. هقول لك في غير الكلام ده تنفع. يا كاتب الاوراق او يا باحث الاوراق. بس لو انت بسط على كلمة باحثين تلاقي فيها ايه? تلاقي فيها اليه والنون. وش انت قلت النون بتحزف للاضافة? طالما النون مزبطه هنا يبقى ما فيش ايه يا ابنه? يبقى ما فيش اضافة. يبقى يا باحثين الاوراق. الكلام ده قد في دايفس اسمه يعملوا المشتقات وده قد ان شاء الله هتخضف قولها سانوي. بس ان اللي انا عايز اقول لك علي ان كلمة باحثين الاوراق ما تنفعش من نوع شبيه بالمضاف وما ينفعش تقول لك طول مضاف لان كلمة باحثين فيها ايه? فيها نون. طب فتجاب لمسال زي دا وقال لي حول المنادة الشبيه بالمضاف او حول المنادة الى مضاف. هتعمل ايه? هتقول لي ده سهلة وبسيطة. هاحزف النون يبقى يا باحثي الاوراق. يا كاتبين الدرسة. يا كاتبين ايه? الدرسة. احزفوا النبي النون كده هتقول ايه? يا كاتبي الدرس. يبقى انت كده دخلت في المضاف. اما بالشكل ده كده باثبات النون في كلمة كاتبين. يبقى انا كده في الشبيه بالايه? بالمضاف. يا مهذبات للاخلاق. يا مهذبات للاخلاق. كملت برضو المعنى هوت مهذبات لايه الاخلاق? من خلال ايه? من خلال الكلمة الاولى. هذا النوع يسمى منادة شبيه بالمضاف. العرب هذا النوع منصوب او المنادة منصوب. وتختلف علامة العرب بتاعته. حسب نوع الكلمة كما سبق في المضاف تماما. فحينما اقول يا بائعا او طالبا او داعيا او طالعا او عظيما او موحدا او مكسعا. كل الامساء ده هقول منادة منصوبة علامة نصبه الفتحة. وحينما اقول يا باحثينا او يا كاتبيني ده مثنى وده جامعة. منادة منصوبة علامة نصبه الياء حسن. فحينما اقول يا مهذبات للاخلاقي يكون منادة منصوبة علامة نصبه الايه? الكسر. ولانه جامع مؤنس سالم. وفي الحلقة دي هات كده كل هذه الامثلة تندرت تحت المنادة الشابيه بالمضافة. يبقى اللي يجي بعد المنادة الشابيه بالمضافة يكون مجرور. بحرف الجر ويكون مرفوع او من او منصوب. يكون مرفوع او يكون ايه? او يكون منصوب. بس ما يكونش مجرور بالاضافة مطلقة. لانه لو مجرور بالاضافة يبقى انا دخلت في المنادة المضافة. اضف لذلك. عشان تسهل على نفسك اكتر. ان المنادة الشابيه بالمضافة يكون منونا. يكون منونا او ملحقا بنون المسنة ونون الايه الجم. نون المسنة ونون الجم ما بتفعقوه شي. اما كده اما ان هو يكون منون سواء كان تنوين فتحة او تنوين كسر كما في جامع المؤنس السالم. طيب نكون كده نكون بهذا انتهينا من المنادة الايه الشابيه بالمضاف. ناخد النوع كان اسمه الناكرة ايه? الناكرة غير المقصودة. باسلوب بسيط خالص هي الكلمة الناكرة التي نخاطب بها الجميع او تصدق على الجميع. وبعدها بيكون عند جملة مستقلة. يبقى المنادة الناكرة غير المقصودة هو اللي بتخاطب بها الجميع. طيب عايزين نوضح مش فاهم يا مسدق. حينما تقول يا مسافرا في التأن السلامة. كلمة مسافر كده. نكرة ولا مش نكرة? نكرة طبعا يا بس ده ما فيش فاهم ولا ما فيش بعضها مضافة لها عشان يعرفها وهكذا. طيب مدامة نكرة واتتها نكرة على هذا الشكل يعني منصوبة ازا فهي يقصد بها الجميع. هي صادقة على كل مسافر. اقول يا مسافرا كده انا بتكلم عن اي حد مسافر. في التأن السلامة جميلة ايه? مستقلة بعدها. كما اقول يا مصريين انتم قدوة للعالم. يا مصريين يبقى انا بتكلم المصريين ايه? كلهم اي واحد مصري بتصدق عليه الكلمة دي. يبقى منادة وعده منصوبة على متنصبه الايه? الياه. يا طلاب انا اجتهدوا. كلمة الطلاب. ناكر غير معصود يعني بيوصد بها الجميع. بخاطب بها مين? بخاطب بها طلاب الفصل وطلاب المدارس وطلاب الجامعات وهكذا. يبقى هي كلمة صادقة على كل ايه? على كل طالب. يعني للطلاب ايه? كلهم. يبقى انا بقصدت بها حد معين. يا مسلميني. حافظها على الصلاة. برضو ايه? بقى اخاطب بها الجميع اللي تصدق على ايه? شخص ايه? بعيني. يا طالبات احرصنا على العلم. برضو بقى خاطب الطالبات كلها. طيب انا عايز تركز معاه كويس جدا في المنادة الناكرة غير مأصور. انا قلت بتصدق على الجميع او بيعادوا بها الجميع. وقلت اني بيجي بعدها جملة مستقلة. يعني منفصلة عنها. ماشي? ما انا ممكن اقول يا طالبات للاخلاق مثلا. زي ما هو واضح في المسال اللي قصد مني. انه بنا قلت يا طالبات وانتهيت. وبدأت جملة احرصنا على الايه? على العلم. يبقى انا عند اللي بعد الناكر غير المقصودة بيكون جملة مستقلة. اضف لذلك ان الناكر المقصودة بتكون منصوبة. وبتختلف علامة نصبها حسب نوع الكلمة. فتنصب بالفتحة او بالياق او بالكسرة. ماشي عشان ما تلتبس معاك في الشابه بالايه? بالمضاف. طيب اي كلمة من هذه الكلمات بقول منادة منصوبة علامة نصبه مسافرا علامة النصب الفتحة مسروريين علامة النصب طلابا علامة النصب الفتحة مسلمين علامة النصب الياء. ويا طالبات علامة النصب بتكون الايه? الكسرة. انتقل بقى للمنادة المبنية. المنادة المبنية تاخد بالك بقى من الاعباب بتاعه كده وتركز فيه كويس جدا وتشغل دماغك معايا. يبنى على ما يرفع به في محل نصب. المنادة المبني حكمه يبنى على ما يرفع به في محل نصب. يعني اشوفه بيترفع بايه? المفرد مسلا يرفع بالضم. يبقى مبنى على الضم. المثنى يرفع بالالف يبقى مبنى على الالف. الجامع يوفع بالوقت. يبقى مبنى على الوقت. وحط في الاخر يقول في ايه? في محل نصب. تعالوا نبص على الكلام ده. ونبدأ بالايه? بالنكرة المقصودة. اللي هي عكس النكر غير المقصودة. النكر غير المقصودة قلت بيروت بها الجميع او تصدق على الجميع. والنكرة المقصودة هي التي تخص بها شخصا بعيني. بنادي بها على شخص ايه? معي. طبعا انت هترافها ان هي هتكون مرفوعة بعلمة الرفع يعني. والمنادة الناكرة غير مقصودة بتكون ايه? بتكون منصوبة شاطئ. بس وعد تقول على طول كده منادة مرفوعة يبقى غالط. هتشوف الاعراب دلوقتي بيقول ايه? يا طالبو كيف ما كانك? ايه الفعق باللما قول يا طالبو ويا طالبا? لو قلت يا طالبو يبقى انا كده قصدت شخص بعيني. بالرفع يعني. ولو قلت يا طالبا يبقى انا كده ايه? ما قصدت الشخص بعينه. زيها كلمة ايه? يا رجل تمهل في قولك. لو انا قلت يا رجلا تمهل في قولك. يبقى انا قصدت الجميع. في المثال ده انا قصدت ايه? واحد بعين. يا اصدقاء بكلم ناس معينة مرحبا بكم. يا معلمان تقدم فالله معكم. يا معلمان تقدم فالله معكما. يبقى كلمة يا معلمان اصدت بها اتنين ايه? بعينها. يا مصريون. انا قصدت كده عدد معين من المصريين. ناس ما خاطبها قدام مني. طبعا ازود ايه? تلاتة فايه? فاكثر. يا مؤمنات ابشعوا بالايه? بالخال. لو انا بصيت على الامثلة دي. هقول في كلمة طالبه منادة. مبني على الضم. علشان هو بترفع بالضم. في محل نصب. طبعا ليه بنقول في محل نصب بالمناسبة? لان اصل المنادة مفعول به. يبقى منادة مبني على الضم في محل نصب اعتبار اصله. ايه ده? اصله زي مسترفين مفعول به ايه 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 فيه فعل ولا حاجة? اقول لك ما اهو? باعتبار اصله مفعول به لفعل محزوف. اياه نبت منابي الفعل ده. لان اصل الجملة كانت ايه? ادعو طالبا او انادي طالبا. ادعو انا او انادي انا. حزفنا الفعل. وجبنا اياه منابي الفعل علشان كده بنقول ايه? منادة مبني على الضم في محل نصب على اعتبار ايه? الاصل. كلمة يا رجل ويا اصدقائه برضو منادة مبني على الدم في محل نصب. طيب وكلمة يا معلمين معلمين. منادة مبني على الالف في محل نصب مصريون. ما انت عرفتها كمل بقى. منادة مبني على ايه? على الواو في محل نصب. يا مؤمنات. منادة مبني على الكاس غالب. لان كلمة مبني الجامعة مبني السلام بالدمر. يبقى منادة مبني على الضم. فين? في محل نصب. احسن. يبقى عقدرنا كده دلوقتي نعرف الفرق ما بين النكر المقصودة والغير مقصودة. النكر المقصودة مرفوعة. غير المقصودة منصوبة. منونة يعني بالاي? بالناز. اعراب الغير مقصودة اقول نكر ايه? منادة منصوب. بعلمة الناز بمباشر. اما النكر المقصودة والمنادة مبني على سواء كان على الضم او على الالف او على الواو في محل في محل نصب. وايضا خدنا المضاف والشبيه بالمضاف وعرفنا الفرق ما بينهم. اي طبعا كلمة من دول زي ما ايه زي ما اتكلمنا دلوقتي المسال او الطالب ودي منادة مبنى على الضم في محل نصب وواجه المنادة مبنى على الضم في محل نصب واصدقاء مبنى على الضم في محل نصب. اما يا معلمان فو مبنى على الاف في محل نصب. يا مصريون منادة مبنى على الواو في محل نصب. يا مؤمنات منادة مبني على الواو في محل نصب. ننتقل الى النوع الثاني وهو المنادى لايه? العالم. او كما يقال عنه العالم الايه? المفرق. هو ما اطلقه على انسان او بلد او مكان. اللي احنا بنسمي بانسان او بلد. يعني محمد واحمد وعلي وفاطمة وزهراء وعلياء. واسم بلد اه زي مصر. وكلمة مكة وكلمة قدس وهكذا. وغيرو عمل ايه من الكلمات. اللي يبطو بقى اعلام على اشياء. طيب حكم سبق لنا فوق. حكم مبني على الضم في محل نصب. يا احمد احفظ لسانك. يا احمد احفظ لسانك. فين المنادى هناك لك? كلمة احمد. اعبوا يا منادى مبني على الضم. في محل نصب. لانه عالم طبعا. طيب يا فاطمة اكتب الواجب. يا فاطمة منادى مبني على الضم في محل نصب. يا مصر نحن نفديك يا مصر منادى مبني على الضم في محل نصب. حكمه يبنى على ما يرفع به طبعا في ايه? في محل نصب. تعال كده ناخد امثلة اكثر من ذلك ونتوسع فيه. يا محمد كف مكانك? آآ فين هنا المنادى كلمة محمد? طبعا هو عالم ايه? عالم غفر. هيكون مبني على منادى مبني على مبني على الضم في محل نصب. منادى مبني على الضم في محل نصب. يا عائشته منادى مبني على الضم في محل نصب. يا قدسه منادى مبني على الضم في محل نصب. يا فاطماته برضو منادى مبني على الضم في محل نصب. يا محمدان هنا يكون مبني على الالف في محل نصب. يا محمدون مبني على الواو في محل نصب. آآ طبعا العالم اذا ثنية او جمع زالت عنه العالمية ويندرج تحت النكرة المقصودة. العلم الزثنية او جمع زالت عنه العالمية وندرجة تحت النكرة المقصودة. سواء اندرجت تحت النكرة المقصودة او العلم هيكون ال attempted واحد. لان الاتنين مبنيين على ما يرفع عين به في محل ايه? في محل نصب. طبعا يا محمدون مبني على الورق. تعالى نستكمل الدرس بتاعنا كده بنداء ما فيه قلب. عند النداء ما فيه قلب. كيف ننادي عليه? يعني مسلا انا بقول الرجل اقول يا الرجل الطالب يا الطالب. قال لي لا استنى. عند نداء ما فيه قلب. نقطي قبله بكلمة ايها. اللي هي كلمة ايها طبعا للتنبيه للمذكر. واية هائلة هي اية مش والهائلة التنبيه للمعنسة. لانه لا يصح بين الجمع بين حرف النداء وما فيه قلب. لا يصح الجمع بين حرف النداء وما فيه قلب. الا طبعا في مسائل معينة. منها لفظ الجلالة ما سمي به نحو كلمة الشيماء وغيرها. ونحكي الجمل او الجمل ايه? المحكية. تعالا الاول كده نشوف عايزة ندى على كلمات فيها الف ولم. اه قد نأتي قبلها بكلمة ايها او ايتها او اسم ايه? اشارة بس احنا عشان نتطرك له حاليا. اقول في يا ايها الرجل انا بنال على مين? على الرجل. يبقى ادي مش ينفع لنا اقول يا الرجل غلط. يبقى احط كلمة ايها عشان مذكر. يبقى يا ايها الرجل. اه يا ايها الطالبان. يا ايها المؤمنون. يا ايتها الطالبة. يا ايتها الطالبتان. يا ايتها الطالبات. والصحة ليه اللي انا اقول يا هذا الرجل. ويا هذه الطالبة. لا فيش اي مشكلة ايه? خالص. بس احنا هنكتصر طبعا ايه? لما عوز انادي على اسم فيه الف ولم. اقتي قبله بكلمة ايها او ايتها. اذا كان الاسم ايه? مؤنسا. تقول لي بس استنى. طب وهو دوت هيكون اعرابه ايه? فين المنادة? المنادة هيكون كلمة الرجل? ولا كلمة ايها? وهيكون نوع ايه? منادة مضاف? ولا منادة شبيه بالمضاف? ولا منادة ناكرة? ولا منادة علم? ولا ايه بالزبط? هقول لك هنتعرف على كل دوت دلوقتي. تعرب اي منادة? يبقى انت كده عيفت المنادة ايه? كلمات اي? يبقى لما اقول يا ايها الرجل? اقول. يقول لي مسلا استخدني ده. ايها الرجل طف مكانك. يبقى هنا كده يا محزوفة. طب يا ايها الرجل يبقى موجودة في الكلام. طب المنادة فين? كلمة ايه. طب اعرابها ايه? منادة مبنى. اسم مبنى على الضم ازاي? ده فيها ها وانت بتقول لنا الهاق مضافة لأقولك بس اصبه شوي. منادة مبنى على الضم في محل ناصب. احفظ كده ان كلمة ايه وكلمة كلمة ايها واياتها اللي هي ايه واياته. منادة مبنى على الضم في محل ناصب. وهاء حرف التنبيه. وهاء ايه? حرف تنبيه. هاء حرف تنبيه. يعني ما هيش ضمير. وما بعدها اذا كان جامدا يعرب بدلا واذا كان مشتقا يعرب ايه نعم? والغالب طبعا بيجي عندنا. كلمة الرجل كلمة جامدة يعني ليست مشتقة مش من مشتقات يعني. فهنقول ان كلمة الرجلrac ايه بدل مرفوع على مترفع الايه? تضم. كلمة الطالبان. دي كلمة مشتقة بسمي فاعيل. يبقى في الحالة دي ايه هقول ان هي ايه نعت مرفوع على مترفع الألف. وزي ها كلمة المؤمنون برضو نعت مرفوع على مترفع الايه الواو وزي ها كلمة الطالبة. نعت مرفوع علي مترفعيه الضمة. الى ايه? الى اخرة. اذا كل اللي انا عايزك تأكس فيه جدا لما قول يا اياتها الطالبة. فين المنادة? قول لي اياتها اعرابها ايه? منادة مبنى على الضم. في محل نصب. والهاء حرف تنبيه. والهاء حرف ايه? تنبيه. بس استن نوع المنادة هنا بيكون ايه? ناكرة مقصودة. نوع المنادة بيكون ايه? ناكرة مقصودة. ماشي. يستسنى من هذه القاعدة وهي عدم جواز الجمع بين حرف النداء وما فيه ال. اسم الله عز وجل لفظ جلال. فاقول يا الله بقطع الهمزة. ويجوز الوصلة على فكرة. يا الله بقطع الهمزة ويجوز وصل الايه? الهمزة. ويجوز لي الا انا احظف اداة النداء وعوض عنها بميم مشددة في الايه. فبدل ما اقول يا الله اقول اللهم ما اللهم ما. وبيكون منادة مبنى على الضم في محل نصب. والميم المشددة عوض عن ايه? عوض عن يا المحزوف. والميم المشددة عوض عن يا المحزوف. بكده انا قلت لك ان النداء ما فيه قال ان القاعدة العامة لجوز الجامع بين حرف النداء وما فيه قال يعني المبدو بالالف والايه? الف والام. وازا وجد عندنا اسم به الف والام وعرضنا النداء عليه في الحالة دي هنعمل ايه? هنجيب ايها قدام منه ازا كان مذكر او نجيب ايها. واقول يا ايها او يا ايها. طب احنا قلنا المنادة هيكون في الحالة دي ايه? هيكون لفظة ايه. وهيكون نوعه ناكعه مقصودة. نوعه ايه? ناكعه مقصودة عوابه. هنا ده مبنى على الضم في محل. طب وهاء وعا تنسى ان الهاء حرف تنبيه. طب حينما هنا ده على لفظ جلالة الله جل جلاله في الحالة دي تيجوز ان نجمع بين حرف النداء وما فيه ال. ويجوز دي طبعا ان تكون بقطع الهمزة او بوصل الهمزة. كذلك يجوز حزف حرف النداء والتعويض بمية مشددة في نهاية الكلمة. ترجمة نانسي قنقر